لما قرر سراج مونير انه يتجاوز ميمي شكيب قرر انه يعمل حفلة لاصحابه ويعزم في ميمي شكيب واختها زوزوشكيب ويفاجئ ميمي شكيب في الحفلة ويطلب منها الجواز وفي معاد الحفلة كان سراج مونير مستنى اصحابه بس محدش منهم جاه غير ميمي شكيب وزوزوشكيب وفضلوا مستنيين الناس تيجي لكن في النهاية محدش جاه فقالت له ميمي هتلاقي اصحابك افتكره انك عمل فيهم مقلب زي عدتك وخصوصا ان النهاردة 1 ابريل وبعدها سألته انت عامل الحفلة دي لاصراج فقال لاصراج مونير على المفاجأة اللي كان هو يعملها لها قدام اصحابه وبعدها اخذها وراح على بيت اهلها وطلبها للجواز بشكل رسمي